اشتركوا في القناة اولا لان الجزائر لعبت وثانيا لانني كنت مجغول بالعمل دائما حين تلعب الجزائر يكون هناك ضغط عمل فكرت في عمل لايف لكنني تراجعت قلت انسقسي قبل اللايف هذا كفاش الدار على العموم اعتذر لكن لم يفوتنا شيء وربما تنزيل عدد اليوم كان احسن من امس يوم امس كانت ردة الفعل الساخنة والكثير من القنوات على اليوتيوب او قنوات التلفزيونية وفي الفيسبوك وتويتر وانستجرام كلهم حللوا اللقاء لذلك الان وبعد الهدوء التام النظرة قد تكون اشملة وكما افعل في كل اعداد المنتخب اعود واقول انها مجرد دردشة واراء وربما رأيي لن يتوافق مع رأي بعضكم وربما يتوافق ويتطابق ولذلك لا داعي للصراعات والجدل وما الى ذلك بداية العدد ستكون ببيتكوفيتش قبل اللاعبين والبداية معه تكون بالتركيبة والخطة التركيبة البشرية كانت كما قلت تماما عدا لاعب واحد وهو مندي الذي لعب على الجهة اليمنى انا قلت فارسي الخطة كما قلت تماما 4-3-3 او بصراء دق 4-2-1-3 مع وجود عوارف في صناعة اللاعب وحيدا وهي خطة ممتازة بحسب رأيه بيتكوفيتش اعتقد انه كان موفق جدا في اختيار الخطة والتركيبة صحيح انها لم تكن مثالية وبعض اللاعبين لم يقدموا مستوى جيد لكن اي لاعب مؤرض لان يكون مستوى سيء وبيتكوفيتش يكون قد دون كل النقاط السلبية وسيعمل على تصحيحها بخصوص قراءة اللاعب كانت ممتازة ايضا ردة الفعل في الشوط الثاني وتنظيم الفريق بعد الفوضى التي رأيناها في الشوط الأول لا نراها كثيرا وهو أمر غير سهل بالمرة لذلك هو أمر يحسب له ويجب أن نشكره علي الأمر ليس صدفة بالمناسبة وصار عدة مرات بالنسبة للمدرب سويسري سابقا ضد جنوب إفريقيا وضد أوغندا في اللقاء السابق والآن ضد غيني الاستوائية يبدو أن قراءته لللقاءات مثالية جدا جدا هذا بالمناسبة يبرز لنا شيء سلبي في المقابل وهو الدخول السيء في اللقاءات مع بيتكوفيتش أعجبني في بيتكوفيتش أيضا الهدوء الكبير على خط التماس والتعامل الجيد مع خيبات لعبيه وفرصهم الضائعة في كل مرة تراه يشجعهم ويدفعهم للأمام وكأن شيئا لم يكن حتى ركلة الجزاء التي ضاءت ورغم الضغط السلبي الذي كان موجود الأمر مع بيتكوفيتش عادي وعبارة هي لنبدأ من جديد كانت السيمة الغالبة على كلامه في كل مرة ما يحسب لبيتكوفيتش أيضا هو كمية الفرص التي خلقها أتكلم فقط عن فرص الأهداف وليس كراتل على المرمى لأنها كثيرة جدا بل رحمة في مرتين وبنزية في مرة وبنجاح في مرة يعني لو سجلنا هذه الأربعة أهداف مع الهدفين الذي سجلناهما إضافة إلى ركلة الجزاء الضائعة الحصيلة ستكون سبعة أهداف مع العلم أن غينيا لم تقم بأي فرصة محققة على المرمى وفي المجمل قامت فقط بفرصتين من تزديدتين بعيدتين بخصوص سلبيات الآن فيما يخص بيتكوبيتش دائما كما قلت الدخول السيء في اللقاءات مع بيتكوبيتش دائما نقدم مستويات سيئة في البداية يعني لو كنا أمام منتخب قوي لدفعنا الثمن هناك سلبية أخرى وهي التباعد في الخطوط في الشوط الأول دائما سلبية ثالثة عدم وجود حلول في الصناعة في الشوط الأول أيضا يعني عواصي المنتخب متوقف تماما هذا فيما يخص بيتكوبيتش وننتقل الآن للعبين ونبدأ بأسوأ اللاعبين وسأختار كما عودتكم دائما ثلاثة ثالث أسوأ لاعب بالنسبة لي رامي الزروقي أعلم أن الكثيرين لن يعجبوا بخياري هذا لكنني أعتقد أن الزروقي لم يكن حركي لم يكن خلاق لم يكن سريع صحيح أنه لم يخطئ لكن هذا لصلابة التكتلات والخطة وليس لأنه متوسط ميدان كبير بحسب رأي المتواضع أي لاعب مهما كان مستواه ومهما كان الفريق الذي يلعى فيه كان سيقوم بدور زروقي بسهولة لم تكن هناك أي صفات توضح أنه لاعب كبير ويلعب في نادي كبير مثل فينوردة أحب زروقي على الصعيد الشخصي لكن الحقيقة تقال لاعب ثقيل وغير خلاقة في لقاء أمس طبعا ثاني أسوأ لاعب في اللقاء هو حسام عوار عوار قبل الهدف الذي سجله لم يكن موجود تماما صحيح أنه تحسن بعد تسجيل الهدف وكان أكثر قتالية لكن مستوى طيلة 90 دقيقة أو طيلة الوقت الذي يلعبه وبعمومية كان سيء جدا 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 قبل هدفه لم يصنع أي فرصة وضيع الكثير من الكرات عوار فنيا لاعب أكثر من ممتاز وحين يستلم الكرة تشعر أنه لاعب كبير حقا لكن في لقاء أمس لم يخرج أي كرة من رجليه بجمالية نحو الأمامه كان سيء جدا بحسب رأيه نصل لأسوأ لاعب في اللقاء الآن وهو نجم الفريق وقائده رياض محرز محرز كان سيء لدرجة أنني تمنيت خروجه في الشوط الأول حتى مع تحسن اللاعب في الشوط الثاني هو لم يتحسن ثقيل جدا غير خلاق متعودين على محرز في وضع واحد ضد واحد فتاك لكنه يوم أمس لم يكن كذلك طيلة التسعين دقيقة قام بلقطة واحدة وهو أمر كارثي بالنسبة للاعب يعتبر النجم الأول للمنتقب صحيح هو الأسوأ لكن نلتمس له العذر بسبب وضعه البدني وأيضا النفسي قاصة وما حدث له منذ الخروج من الكان لكن عليه أن يستفق سريعا لأن المدرب لن ينتظره كثيرا قبل أن انتقل لللاعبين الأحسن لا بد أن نبدأ بالأحسن على الإطلاق وهو جمهور ملعب ميلود هدفي كانوا أحسن عون لللاعبين في لقطة خروج محرز وبناصر رأينا كيف شجعوهم بقوة خاصة المحرز الذي كان السيا ربما هي أمور تبدو تافهة بالنسبة للبعض لكن بالنسبة لللاعبين هي أمور رائعة تدفعهم دائما للتقدم وتقديم الأحسن بناصر على حساباته قام بمشاركة مقطع فيديو قصير وهو يعبر فيه عن شكره للجمهور جمهور شجع منتخبه وطيلة تسعين دقيقة حتى في أسوأ أحواله وليس مثل بعض التافهين الذين شجعوا غينيا ننتقل الآن للأحسن ومثل الأسوأ أعلم أنه سيكون هناك اختلاف ثالث أحسن لاعب في اللقاء بالنسبة لي رامي بن سبعيني أعلم أن بعضكم سيقول لاعب لم يخطئ أي خطأ طيلة تسعين دقيقة كيف تضعه الثالث فقط الأمر بسيط منتخب غينيا لم يخلق أمامنا سوى فرصتين في الشوط الثاني موندريا كان في راحة تام ميت جدا صحيح أن أداءه كان مثالي لا تشوبه شائبة لكن بهذا المنظور سنختار موندريا الأحسن لأنه تصدى للكرة الوحيدة التي هددته بتزديد بعيدها الأمور لا تقاس هكذا لكن ما يحسب لبن سبعيني أنه قتالي حركي يملك جرينتا هائلة نظم الدفاع وكان من أحسن لاعبيه وهو وضع يطمئن بيتكوبيتش مستقبلا ثاني أحسن لاعبي اللقاء وهو إسماعيل بن ناصر بن ناصر هو بن ناصر مستواه دائما راقي قتاليته عفوا كان الظاهرة ودفاعه كان شرس قام بتنظيم كبير للعب في النصف الثاني من الملعب وكان دائما أول من يخرج بالكرة للأمام ما يحسب لبن ناصر أكثر أنه كان يلعب أمام لاعب غير خلاق وهو زروقه بن ناصر كان تقريبا الوحيد الذي يقوم بتنظيم اللعب في الخلف فجأني إخراجه من طرف فيتكوبيتش وتسألت عن السبب أتمنى فقط ألا تكون إصابة أو إجهاد لكن خروجه بحسب رأيه لم يكن مبرر إذا كان فني طبعا الآن للأحسن لا أعلم إن كنتم تتفقون معي لكن جوان حاجم قدم مستوى عالمي دفاعيا مثل بن سبعيني كان ممتاز وشكل مع انتنائية راقية غطي على بعض كثيرا وكان جبه يسرى حديدية طمعنت موندرية كثيرا فلا أتذكر أن تهديد غينية كان من جهتهم ولا مرة طيلة تسعين دقيقها أما هجوميا فكان أكثر من ممتاز اختراقاته رائعة وكان استندا لبالرحمة في كثير من المناسبات طريقة بنائه للعب رائعة جدا لا يخاف وطرح دائما يتقدم بحسب رأي وأقول بحسب رأي سيكون تهديد كبير لأيت نوري وبما أن بيتكوفيتش معروف عنه أنه جريء جدا فتثبيت حاجم كأساسي في حال وصل التألق لن يكون مفاجئ بخصوص باقي اللاعبين الآن ونبدأ باللعب الغريب والمميز والأميز بالرحمة الأميز لا يعني أنه كان ممتاز لكنه أميز من بقية زملائه في كثير من الوجوه من ناحية الإجتهاد لا ينكر أحد أنه كان ممتاز وقتاليته كانت كبيرة فنيا أيضا كان جيد وجهته اليمنى كانت أكثر من حيوية وأكثر حيوية أيضا من جهة محرزة لكن برغم ذلك نقطة ضعفه هي الإنهاء ضيع فرصتين سهلتين في حالة كانت تاقدس جيتا كانت تاسد غيرا الكثير خاصة كرة الشوط الأول لكن برغم ذلك ورغم أننا كلنا نعرف أنها نقطة سلبي كبيرة لكن ذلك لا يبرر الهجوم عليها بحسب وجهة نظري بالرحمة لم يكن سيئا كثيرا ولو كنت مكان بيتكوفيتش سأضعه أساسيا في اللقاء المقبل اللاعب الثاني الذي كان أيضا مميز وهو يوسف عطال عطال لعب بطال ومنذ ماء الماضي لم يقم بأي حصة تدريبية جماعية ولم يشارك في أي لقاء لكن دخوله كان مميز ومميز جدا أيضا بدنيا لا يظهر أبدا أنه لاعب بطال وقتاليته على الكرة كبيرة خلق بعض الفرص رغم الوقت غير الكبير الذي لعبه ظهور عطال يستحق الإشادة ولا أعتقد أن هناك من سيختلف معي لكن كرأي شخصي لا أرى أن مشاركته في لقاء ليبيريا سيكون قرار جيد ربما بيتكوفيتش يتشجع ويشركه كظاهير لكن وقتها سيكون قد قضى عليه ربما لعب آخر رأيت أمس واليوم كثير من النقب بحقه وهو بغداد بنجاح مشكلتي أنني أنصف المجتهدين حتى لو لم يكونوا موفقين لطالما انتقدت بنجاح بسبب عدم فعليته في بعض اللقاءات الحاسمة لكن أمس صحيح لم يؤدي وظيفته كقلب هجوم وهي التسجيلة لكنه كان مجتهد بصورة كبيرة مثله مثل بالرحمة أعتقد أن النقب الذي حل عليه لم يكن مستحقا قبل أن ننتقل للبدالاء نشير لباقي اللاعبين الأساسيين والبداية بتوقاي توقاي قدم لقاء بدون خطأ ما قلناه عن بن سبعين نقوله عن توقاي لم يختبر كثيرا لذلك لا يجب أن نهلل لمستواه أنه بدون خطأ قدم مستوى جيد يجب أن يبني عليه لكن لا يجب أن يغتر كثيرا عيسى مندي مثل توقاي قدم لقاء جيدا هجوميا لم يكن بقوة حاجم لكن دفاعيا جهته كانت مغلقة بشكل كامل لا يمكن أن نقول أنه من أحسن اللاعبين وإن صافا له يجب أن نقول أنه قدم لقاء جيدا مثل توقاي يجب أن يبني على لقاء أمس لكن لكي يستعيد الثقة الضائعة منذ سنوات اللاعب الأخير وهو أنتوني موندريا موندريا لم يختبر سوى في فرصة واحدة حقيقية وهي التسديد البعيدة في الشوط الأول والتي أبعدها ببراءها باقي أطوار التسعين دقيقة لم يقم بأي شيء لأن الدفاع قام بواجبه من حسن حظه حصل هذا الأمر لأن ذلك سيساعده للبقاء أساسيا لكن على العموم لم يختبر لكي يقال أنه قدم مستوى جيدا بالعودة للبدلاء وبخصوص غويري دخوله كان أكثر من موفق صنع فرصة بنزية التي ضيأها بغرابة وسجل الهدف الثاني كان نشيد جدا جدا وخلق الضعر في دفاعات منتخب غيني الاستوائية بحسب وجهة نظر قدم الوجه الطيب الذي يتيح له المشاركة أساسيا لكن لدي اعتقاد راسخ أن بيتكوفيتش لن يزيح بالرحمة ولا بنجاح في اللقاء المقبل والله أعلم بنزية يمكن تلخيص مشاركته في الفرصة الضائعة التي ضيأها ضيأها بصورة أكثر من غريبة أنا شخصيا احتفلت بالهدف ولم أعي أنه لم يسجل إلا بعد مرور بضعة ثواني مشاركته كانت مخيبة ومن حسن حظه أن المتخب فاز وإلا لما نسي له أحد تلك الفرصة السهلة التي ضيأها زرقان قدم وجه طيب جدا بعد دخوله حاله حل حاج موسى دخلوا في وقت المنتخب كان يلعب المنتخب الغيني كان يلعب الدفاع وكان المنتخب الغيني كان يلعب الهجوم والدفاعات الغينية كانت فيها مساحات كبيرة مشاركة موفقة لكن لا يجب أن نبني عليها على مستوى اللاعبين لأن تقييم اللاعبين جيد أو سيء لا يكون في مثل هذه الحالات إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم